موسيقى 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 نجم يكون اليوم اليوم معناها نقوله معناها فما في الكرة تاريخ وطنس المصر المغرب الجزائر ليبيا الكاميرون كينيا لكن نحن نطمحوا انه تكون عديد عديد بلدان افريقية تنسج على المنوع الهذا اليوم الاتحاد افريقي تغيرت تغيرت الرئاسة تغيرت تركيبة ورئيسة بوش حجيجة عندها معناها برنامج طموح لتطوير الكرة تاريخ ان شاء الله البرنامج تبدأ فيه وان شاء الله يعطي اكله ثمره بعد بعض السنوات لنلقاه فرق اخرى افريقية متطورة كما الفرق الموجودة حاليا الاتحاد الافريقي يعول على تجربة المغرب من اجل الرفع من القيمة ومن اهمية الكرة طائرة على المستوى الافريقي الحقيقة يعني كون الاتحاد الافريقي في المملكة المغربية اصبح هناك رونق جميل جدا ان نشاهد مقر الاتحاد الافريقي ان نشاهد اعظام وبجرين ان نشاهد قمة التعامل والاحترام ان نشاهد قمة الاخلاص ان نشاهد الشفافية هذا ما كنا نفتقده الان بوجود الرئيسة وربنا يعطيها القوة ويعطيها الحق لن نشاهد الا الحق لن نشاهد الا العدالة المقر في المملكة المغربية في مدينة الريبات ولكن هو مقر الاتحاد الافريقي اللي انا متأكد ان سيدة بشرى بدلة الجهد الكبير حتى يكون لنا مثل هذا المقر المحترم ان شاء الله كاتونس اولا الانتقال جاف الفايدة يعني انه القرب المسافة وقرب معناه نفس الطبيعة ونفس كل شيء لكن المهم انه معناها تلقى ظروف طيبة لرئيس بورشح جيش تلقى ظروف طيبة مش تنفذ البرامج اللي عندها كيف كيف ان شاء الله يكون هناك دعم الاتحاد دولي الاتحاد الافريقي هكاكتنا نجمو ننهضو بالرياضة متاعنا رياضة كرة الطائرة في افريقيا ونشوفوا معناها عديد البلدان الافريقية اللي هي غايبة شوية على الحضور معناه في المناسبات الكل تكون حاضرة اكثر ومتواجزة اكثر ولما لا ان شاء الله امنيتنا نحن انه بلدان افريقية تكون معناه سرلو بوديوم في البطورات العالمية هذه الامنية متاعنا ان شاء الله خطة الاتحاد الافريقي وهذا شبه اتفاق ما بين اعضاء الاتحاد الافريقي ان نزيل الغطاء الذي لا يمكننا من الابداع ان نزيل كافة المشاكل ان نزيل كافة الهموم ان نزيل العرقيل ان نبسط الارضية السمحة حتى نستطيع ان نشتغل جميعا ونتنافس ليس هناك اي عيب في ان تتنافس دولة ليبيا والمملكة المغربية داخل ملعب من ينتصر في هذه المباراة فهو فريقنا ولكن ان تكون هناك الشفافية والامانة والعدالة وهذا ما نطمح عليه جميعا ان شاء الله اشتركوا في القناة